أروح من تركيا من قطر إلى تركيا أخطر وثيقة تم الحصول عليها أمس جاءتني هذه الوثيقة أمس من داخل تركيا وثيقة تم التوقيع عليها من أجهزة الاستخبارات التركية كان فيه اجتماع سري لإصدار مجموعة من التعليمات للأجهزة الأمنية داخل تركيا سري للغاية التقرير اللي قدامكو ده هو ده التقرير اجتماع سري بمعرفة جهاز المخابرات التركية بحضور وزير الداخلية التركي وبحضور رئيس الأركان التركي كان فيه اجتماع كبير ده المحضر بتاعه وحصلنا عليه ده الأول مرة وده حصري مش موجود في أي مكان تاني بقول إنه الاجتماع ده فيه كلام كتير جدا جدا عن موجة الأكراد وفتح الله جولي أخطر ما جاء في هذا التقرير فضيحة من العيار الثقيل فضيحة مدوية يستحق عليها أردوغان أن ينفل أمام المحكمة الجنائية الدولية هذا التقرير فيه أربع خمس سطور أنا النهاردة قبل ما جي كان مكلف فريق عملي أنه يترجم هذا البيان أو هذا الاجتماع السري غير المعلن لأنه لسه خلال ساعات لكن جالنا بطريقتنا بيقول الآتي إعطاء الأولوية لتصفية كوادر حزب العمال الكردستاني اللي هو بيسموه إرهابي وتصفية البلديات التي استحوذ عليها وهذا الكلام تعليمات غير قابلة للنقاش وأن يتم الإشراف عليها من قبل الدولة التركية إيه؟ معنى الكلمة اللي قلته أبسط الموضوع لازم نقوم بتصفية بقتل تصفية يعني قتل نقوم بتصفية أعضاء حزب العمال الكردستاني مش اللي في الجبال اللي مع اللي هم أولاد عبدالله أجلان لا اللي داخل تركيا اللي هم مع دمرداش اللي موجود في السجن دلوقتي يبقى الاجتماع ده في محتواه وفحواه وبنصه بيدعو تدعو المخابرات التركية إلى قتل أعضاء أتراك أو مواطنين أتراك على الهوية ده اسمه قتل على الهوية ده اسمه قتل خارج دائرة القانون يا دكتور بردعي ده اسمه قتل وتصفية جسدية يا بتحول إنسان منظمة حقوق الإنسان العفو الدولية يومان رايتس وكل هذه الأبواق بقول لهم أمامكم تقرير موجود اقروه وقولوا اسمه إيه اللي موجود فيه بتطلب بتطالب المخابرات التركية بتصفية أعضاء حزب العمال الكردستاني والمتعاطفين معهم تصفية جسدية وده بقول يتم الإشراف عليها من قبل دولتنا خطة المخابرات التركية لتصفية معارضيها هو ده اللي أنا أقول أهو لابد من إعطاء أهمية قصوى لأولوي تصفية طاقم الحزب المعروف أنهم تداد منظمة الإرهابية والبلديات الموجودة في أيديهم تدريجيا غيره يا إبني خطة المخابرات التركية يجب تضييق نطاق حركة المنظمة الإنفصالية وتأثرها في المناطق الكردية في سوريا وتصفيتهم إن أمكن ذلك وجعلهم غير فاعلين سياسيا والتشجيع على فعل هذا وتقديم كل أنواع المساعدة المادية والمعنوية في هذا الصند يجب إختار معلش يجب إختار وتدريب الجنود حتما على الرد بإطلاق الرصاص تجاه أي عضو في حزب العمال الكردستاني يجب إختار وتدريب الجنود الأتراك على إطلاق الرصاص تجاه أي عضو في حزب العمال الكردستاني يجب عدم التفكير بالأوضاع القانونية المعنية باستخدام السلاح خارج دائرة القانون وعدم النسيان أننا نعيش حال الطوارئ ونثير عام ويجب العلم أنه ستجرى الإجراءات اللازمة في المحاكم العسكرية تاني تاني أيها المنادون بحقوق الإنسان أيها المتشدقون بحقوق الإنسان الذين يتحدثون عن الموت خارج القانون والقتل خارج القانون والاختفاء القصري اسمعوا هذه الفضيحة المدوية محضر رسمي سري من الإخبارات التركية بيقول هذا الكلام بيقول إيه بيقول لهم لابد من تصفيت أعضاء حزب العمالي كردستاني والمتعاطفين معهم تصفية جسدية مباشرة ويقول له هنا إيه ما فيه واحد يقول له إحنا خايفين من القانون أنه نلاحق قانون قال لك ويجب عدم التفكير ما تفكرش في الأوضاع القانونية المعنية باستخدام السلاح وعدم النسيان أننا في حالة طوارئ ويجب العلم أنه نعمل إجراءات عسكرية استثنائية خلوا دي كمان في حالة سحب الدبابات والمدرعات وغيرها من الوسائط الخارج المناطق المستدفة بالنار يجب التأكد من عدم وجود تبعات لذلك يعني إضرب ويجري المرحلة العصيبة اللي تمر بها دولتنا تقتضي إطلاق النار بأعلى الدرجات حتى لو لم يتم إعلان ذلك رسميا ده دعوة للقتل خارج إطار القانون وقول لهم ما تخافوش من تبعات الإجراءات القانونية تم التصديق على هذه الوثيقة الأمنية الاستراتيجية هذه من قبل مجلس الوزراء قالوا له إحنا معنا موافقة مجلس الوزراء اللي هو بيرأسه أردوغان شخصيا شوفوا بقى تعالوا كمان بقول لك عايزين نشن حرب نفسية لتقليل تأثير التنظيم الكردي على السوريين والبدء بالترويج على أن التنظيم إرهابي يحمي نظام الأسد لازم نقول في الإعلام أنه الأكراد متوفقين مع نظام الأسد وأنه يضحي بحقوق الشعب الكردي لأجل أمن النظام ولأجل زعزعة الثقة في جزء من التقرير يتعلق فيما يتعلق بالإعلام إزاي بقى المخابرات التركية قالت في الاجتماع هنتعام الإعلامين إزاي قالوا إيه يجب إلاء الأهمية القصوى لعرقلة عمليات الاستفزاز والتحريض والتضليل اللي هو موجهة العداء من وجه النظر ولاختار الرأي العام وعدم تدهور معنويات قوتنا الأمنية يجب الانتباه إلى نشر المعلومات والفيديوهات من طرف وكالة الأناضول تاني الناس اللي بتعرف وبتقرأ وتتابع وكالة الأناضول هي الزراع للمخابرات التركية اللي بتنشر ما تمليها عليها المخابرات التركية والفيديوهات من طرف وكالة الأناضول وإلى عدم تواجد مراسل الصحف والوكالات الأخرى في المنطقة إذا لم تستدعي الحاجة وبيقول تاني تواجد مراسل وكالة الأناضول وفضائية التي أرتي فقط دون غيرهم لصياغة الأخبار وتسجيل المقاطع المصورة وأن يقوموا هم بمشاركة تلك المؤسسات مع وسائل الإعلام اللي المخابرات تطلبها فقط ده التقرير أنا يعني معلش حاولنا نترجمه بسرعة وحاولنا نقرأ وعملنا يعني على قد ما نقدر لكنه تقرير صادم وخطير بيقول التقرير أنه باختصار شريط اجتماع وخبرات تركية الأجهزة الأمنية أصدار قرار تصفيت خصوم أردغان رميا بالرصاص عدم وضع أي اعتبار للإجراءات القرونية فنحن نقوم بعمل إجراءات استثنائية عسكرية تلاتة وسائل الإعلام لا تتعامل إلا مع وكالتنا بالأنادول والتي أرتي ده باختصار شديد التقرير وده التقرير بقول أنه سري وصل إلينا منذ ساعات يا دوب ترجمناه ده سري للغاية خرج بالمخابرات التركية بيقول أنا عايز أعرف بقى منتظر رد فعل كلاب الإخوان في تركيا منتظر رد فعل منظمات الحقوق الإنسان الموجودة في كل مكان هيومان رايت أو العفو الدولية وعايز أسمع برضو المناضر الأعظم محمد البرادي عايزه يقول عايز أشوف الكلام ده وعايز أشوف قناة الجزيرة أتقوله وانتظر هذا الكلام أردوغان عمل تصريح خطير للغاية بيقولك المرء مخبوء تحت لسانه ممكن تطلع مني كلمة كده تكشف كل حاجة قال نتشبث بميراث الأجداد من أسيا الوسطى إلى السواكن السودانية أكد الرئيس التركي أننا نتشبث بميراث الأجداد في كل مكان بدءا من أسيا الوسطى وأعماق أوروبا وانتهى بجزيرة السواكن السودانية اللي ده تصريحات اللي قالها في حزب العدالة والتنمية يوم 1131 مارس المقبل هيبقى في انتخابات بلدية بيقولهم احنا كأتراك كحزب العدالة والتنمية مش عايزين ننسى تاريخ أجدادنا من أسيا الوسطى للسودان ده ميراثنا لازم نرجع له تاني بيكلم حيث تخطيرها يقولك ولفت أردوغان النظر إلى أن الأتراك يهتمون كثيرا جدا بمكة والمدينة المنورة لأنهم قبلة المسلمين عرفتوا ليه بيتحرش أردوغان بالمملكة العربية السعودية عرفتوا فكرة تدول الحج اللي بتقوم بها قطر معمولة لحساب مين لن ننسى تاريخ أجداد ما أنا بقولك يا أردوغان لا تنسى ما فعله أجداد المصريين في أجدادك العثمانيين في أكتر من موقعه وكاد المصريون أن يدخلوا إلى القسطنطينية لو لو يقوف إنجلترا وفرنسا وروسيا ضد الجيش المصري 1840 عام على احتلال تركيا لعفرين السورية عام على احتلال الأطراق لأراضي عربية عام مر في 20 يناير الماضي دخلت القوات التركية إلى عفرين حصل إيه؟ 689 جندي تم قتلهم وعند 1584 من وحدات الأكراد تم قتلهم كل دي حرب بنقول مش مشكلة 384 مدني خمسة وخمسين طفل ترجمة نانسي قنقر